السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نعمل كلمة مرور وازاي نقدر نلغيها او نغيرها الطريقة سهلة جدا 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 وطريقة بسيطة ولكن قبل ما نبدأ الحلقة فضلا وليس امرا برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو حصري وما تنساش اللايك لكي يتدعم الفيديو واكيد رأيك في خانة الكومنتات يمني جدا 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 مبدأيا هنبدأ نخش على الاعدادات زي ما احنا شايفين كده وهنبدأ ندور على كلمة المرور والمقاييس الحيوية هتبدأ تظهر معنا بالشكل قدامنا ده هنضغط عليها ضغطة هيبدأ يجب لي كلمة تعيين كلمة المرور لشاشة القفل او اضافة بسمة اسبع او كلمة مرور الخصوصية هننتظر التلات اربع ثواني وبعد كده هنضغط على كلمة الاستمرار هنبدأ ننشئ الباسورد او الرقم اللي احنا عايزين نخليه باسورد للموبايل نفترض واحد اربعة سبعة اتنين خمسة تمانية هيطلب مني التأكيد نضغط عليهم تاني طبعا انتا كده كده ليك حرية اختيار اي باسورد احنا بنتدخل بس باسورد عادي كده علشان نجرب عليه بعد كده هيبدأ يقول لي اضافة بسمة اسبع فانا بعمل الغاء لو عايز اعمل اضافة بسمة اسبع هتك على اضافة وهحطه اسبعي والموضوع هيبقى منتهي وهيبقى سلس وبسيط بعد كده هنبدأ نكتب الباسورد اللي معانا بالشكل ده هيبدأ يجيب لي بقى الاختيارات اهم حاجة بس ان نجرب الدنيا والموضوع شغال معانا عادي واني الباسورد متأكد بعد كده هنبدأ نخش على الاعدادات زي ما احنا شايفين كده هنبدأ نخش على كلمة المرور والمقاييس الحيوية تاني ده في حالة ان احنا عايزين نوقف الباسورد او نغيره هنبدأ يطلب معانا الباسورد القديم هنبدأ ندخله عادي جدا بعد كده هيجيب لي اقاف تشغيل كلمة المرور او تعديلها فبالتالي لو هعمل اقافها ابدأ هدخل الباسورد القديم واحد اربعة سبعة اتنين خمسة تمانية بعد كده هيبدأ يخش الواحد خالص كده الكلمة الباسورد اتوقفت معانا لو عايزين نعمل لها تعديل فبالتالي بندخل الباسورد العادي وبعد كده هنغيره ما فيش اي مشكلة ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصلوكم كل ما هو حصري ولو في اي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي في خانة الكومنتات تحت سلام